ما يخص تصريحاته أنه هو اتفق مع رئيس نادي الكابتن محمود الخطيب على أن الموسم ده خلاص انتهى أنا أعتقد أن هنا سوء تفاهم أنا أعتقد يعني نادي الأهلي دائماً وأبداً تحت أي ظروف فيش حاجة اسمها موسم انتهى فيش حاجة اسمها خلصنا الموضوع مفيش مفيش لعب في النادي الأهلي مستوى تطور مفيش خط اختلف مفيش طريقة لعب شفناها كل ده مش موجود حاجة واحدة بس هي مكسب للنادي الأهلي وهو وجود ثلاث حراس مرمى كبار وجود ثلاث حراس مرمى كبار مش أنا اللي بقول التجربة اللي بتقول محمد الشناوي على فكرة بالظروف اللي عادة فيها وهو موسم ليس الأفضل لي ولكن تاريخ محمد الشناوي كله كان في حتة تانية محمد الشناوي حيرجع بعد ما يريح وحيبقى حارس كبير علي لطفي أدى أداء رائع جداً 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 علي لطفي عمل مباريات رائعة وعلي لطفي يستحق أنه يلعب كان الحقيقة البعيد خالص كان موجود بس كل ناس كانت بتناري كان بيتهاجم من غير ما يلعب مصطفى شوبير مصطفى شوبير كان بيتهاجم من غير أي حاج عاش خطر كبتن أحمد شوبير اللي بحب الكبتن أحمد يأيده اللي ما بيحبش كبتن أحمد يعترض عليه وهو ده حال دايماً ابن النجم يعني هو ده دايماً حال ابن النجم وما الناس قالت أنه هو حياخد أربع مباريات فيه مباريات كانت صعبة فيه مباريات مع النشين الناس قالوا بس ناس كتير كانوا قاعدين مستنيين يعني هنقفل الحزبة مع الكابتل احمد مالوش علاقة خالص خالص بمصطفى ولكن مصطفى غير ان هو ادى اداء رائع وراقي ولكن اداء متطور واحب بيتطور من اخطاءه تعالوا نشوفوا كده اللقطتين دول مع بعض نعرضهم كده دول دي لقطة فيها هدف ولقطة تانية مفاش هدف ورها لها نصر ده هدف طلاع الجيش والكابتن شوبر علق على الهدف ده وناس كتير علقت على الهدف ده ومصطفى كان عنده خطأ في الهدف ده ان هو فضل واقف كان لازم يطلع ويقفل الزاوية ده خطأ دي لقطة شبيهة شوية شبيهة ولكن كانت بعيدة جدا برا السندوق ولكن كان في ثانية موجود وطلع مع ان التانية كان اسهل منه نتعامل معه ولكن فضل واقف تحت الخط وكان خطأ لمصطفى يتحمله المرة دي صلح من اخطائه لان كده انت بتبص ان حارس المرمى دايما كان كابتن ايمان طاهر كابتن احمد نايا كابتن طارق سليمان يقول لي الحارس الكبير اللي بيفكر ما يغلطش نفس الغلط مرتين ودلوقتي على فكرة في العالم كله الحارس الجيد هو بيشتغل يعني هو بيشتغل ان هو يبقى اخر واحد في الملعب برفلكس طبعا سريع دي لقطة رائعة جدا لمصطفى تقول ان هو بيشتغل بيطور من نفسه الخطأ على فكرة اي حارس ممكن يخطأ وممكن يخطأ غلط غير كده ولكن اما تبقى نفس الحاجة نفس الطريقة وتغير منه وتعدل من نفسك يبقى فيه تفكير وفيه اداء تمنى له ان شاء الله باذن الله كل التوفيق مصطفى حارس جيد ان شاء الله باذن الله القدم افضل عالي لطفي ادى اداء رائع جدا نشناه طبعا حارس مرمى كبير اعتقد نادي الاهلي كده معرفش هيبقى ترتيباتهم ايه معرفش هيبقى ترتيباتهم ايه ولكن من المؤكد ان السمرار التلاتة الان او مستوى التلاتة الان يقول ان الاهلي مش محتاج حارس مرمى تاني لو الرصة هتختلف بقى ده موضوع مختلف شرحنا كتير وتكلمنا عنه كتير ولكن يعني ايه نشوف الموضوع هيمشي ازاي اشتركوا في القناة